التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركاني حرب القوات المسلحة بالفريق أول مهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبية بدولة أغندا حيث تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ونعكاساتها على أمن واستقرار القارة الإفريقية كذلك مناقشة سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري المشترك التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركاني حرب القوات المسلحة بالفريق أول مهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبية بدولة أغندا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ونعكاستها على أمن واستقرار القارة الإفريقية كذلك مناقشة سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين الصديقين وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات الراصخة التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والأغندية مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون المشتركة في مختلف المجالات العسكرية من جانبه أعرب قائد قوات الدفاع الشعبية الأغندية عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع شعبي مصر وأغندا مشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الإفريقية حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والملحق العسكري الأغندي بالقاهرة موسيقى